الى منطقة مهمة جدا وهي المؤتمر الذي يجري الان عندنا بعض تصريحاته لكن اللي هو عماد عبدالعزيز خلص صهوة المؤتمر وقال من يهاجمنا لا يعلم وضعية النادي وقت استلامه لأ الناس عارفة وقت استلامه كان فيه من لهم من دونه 50 ألف لكن عاملين نفسهم مش شايفين او بعضهم مستأجر وبيقبط صفحات او حكاية ورائلة كلها كلها مشوفهم يعمل الاجتماعات معاهم وفيه لجان سوشال شغالة عليك ما فيهاش كلام وضعية النادي من اليوم متونه 50 ألف ما حادش بتكلم فيها خالص ما حادش بتكلم انك انت ما عندكش فلوس خالص ما حادش بتكلم انك انت هتجيب لهم منين يعني حتى خالد الغندور ماسك اللعيبة سالخة طب برضو لو انت سالخة قول ان الناس استلمت النادي من مفوش فلوس قول ان الناس دي معزورة الادارة اللي حاليها دي موجودة معزورة لانها الادارة السابقة جرافة النادي ماديا لعدد من السنوات لعدد من السنوات القادمة مفترض تقول ده ما بتقولش ده طيب قالك ان الهدف من المؤتمر هو توضيح الحقائق تم تكليف اللاجنة مقابل روزار شابور هدف بناء قرار كذا وفقا للتكليف الوارد فضلت اللاجنة العمل عن التركيز مع مواقع توصل الاجتماع ما هو انت فضلت العمل عن التركيز مع المواقع ما انت عندك منظومة اعلامية بتقبل راوطي بقى دي كده وعندك قناة بتقبل راوطي بقى دي كده يبقى ما فيش حاجة اسمها فضلت استخدم ادواتك الاعلامية لاعلان وجهة نظرك انا اللي بقولك انا اللي بقولك استخدم ادواتك الاعلامية لازم الناس تبقى عارفة ان كده السنوات النادي وانفلس ما فيهوش جنيه والموارد اللي جاية كذا متجرافة قلتلكم قبل جاية كل حاجة بالارقام ومصروفاتك السنوية فرقة الكرة خمسمية مليون جنيه فرقة الكرة وامور اخرى ودخلك قد كده فلازم الناس يبقى واضح لها الكلام ده لكن العيال المأجورين اللي بطلعوا يعدوا الجزئية دي غلط فعشان كده خلد الغندور كواحد شغال في اعلام نادي الزمالك لازم يوميا يفكر الناس ويفكر جمهور الزمال ان الادارة الحالية استلمت النادي وليس بيه سوى مليون ومتون وخمسين الف جنيه وان هي مطلوب منها توفير خمسمية مليون جنيه وان النادي تم تجريفه ماليا لعدة سنوات قادمة في بعض الاماكن اللي حد سنة 35 اتدفع مؤد لازم خلد الغندور يعمل كده مش هاجم بس اللعيبة واقول كاني وماله ومارضاش يسجل ومعملش ومسواشي واللعيبة كالجاية ومشلاقية واني 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 وماقولش الجزئية دي لازم توضح الناس دي استلمت النادي في ظروف ايه سيئة ولا هل انت خايف من مرتضى يا خالد لو خايف من مرتضى اقول لنا يطلقه واحد غيرك يقول لكن لازم توضح للجمهور ان الادارة الحالية ما عنداش فلوس يا سيدي الجمهور يشوف ان شيل باتشيكو غلط حق ان الرموز يشوفوا شيل باتشيكو غلط حقهم الادارة تشوف انها كان عندها حق في شيل باتشيكو نظرا لللي انت عارفه واللي انا عارفه من الاجواء الانضباطية والحكاية والرواية وغيابها حقهم لكن لازم الناس تبقى عارفة ان اللعيبة اللي بتطلب بفلوسها دي حقها برضو حقها بس لازم اقول وده بقى الحتة مربط الفرس والخلاف الناس كلها بتجبوا ان تتكلم في جزادي ان ادارة النادي السابقة برئاسة دولة ولا معالي المستشار مرتضى احمد منصور سايب النادي فيه مليون ومتين وخمسين ألف والموارد اللي جاء للنادي ضعيفة طب انت تشغل ايه هات اي حد في الدنيا يقولك هات اي حد في الدنيا يقولك اعمل ايه ليك فلوس برا ليك فلوس برا عند الشركة الرعية كانوا ما اخدوش عايف كم مليون وانت اخدت عشرين مليون وهكذا ودفعت سددت الفلوس بتاع فلوس المسلم القديم فلوس المسلم القديم اللي دفعها من اللاجنة دي اللي دفعت من المستحقات اللي قدرت توفرها من الشركة الرعية وبعض الدعم من وزارة شابوريار اللي عاوز مرتدى يرجع روحوا رجعوهم روحوا رجعوهم وانشروا الفساد وانشروا المخالفات المالية والإدارية حدش قال حاجة احنا بنتكلم احنا في دولة مؤسسات مين اللي بقولوا يرجع اللي بقولوا يرجع هم نفس اللي كان اللي شغال وبيوجهوا الناس لده في الصفحات والمواقع والحكاية والرواية اللي كانوا شغالين قبل كده هم برضو اللي شغالين المرتبات ما قابلتش غير شهر واحد حق ربنا اول ما بقرار صاد بعد كده قال لك يلا كله يشتغل واحنا شغالين زي ما احنا والما كانوا تدور فبقت تدور وتصنع رأي يعام يعني يسيء الى اللجنة اللي موجودة رغم ان اللجنة اللي موجودة ما عنداش فلوس وعندها احكام بالغرامات برا يا عم تجيبي من النيل لباتشيكو باتشيكو سافر امبرح في دارة 19 بالليل وما خدش جنيه ما حدش بقى من اعلامية نادي الزمالك سواء في القناة او في الموقع او في صفحات نادي الزمالك بيقترب من جزئية ان اللجنة دي استلامت النادي بفوش فلوس وان المجلس الصابق غرف النادي مالي وان ما يحدث لنادي الزمالك الان هو من اثار ادارة المجلس الصابق لنادي الزمالك اه الناس ما خدش خدش فلوسه عن الموسم الماضي طب اللي جي ده لو جيه وعنده موارد هيدلي فلوس الموسم اللي جاي لكن هو لسه بيسدد في الماضي لسه بيسدد في الماضي فاللي هو عمد عب عزيز قالك شكله عامل كده بنتعامل مع الجميع باحترام وانو طالب بالمعاملة بالمسط طبعا لك كل الاحترام مع المستشار وكل اللجنة ومن يهاجم اللجنة لا يعلم المشاكل المالية والإدارات داخل النادي استلمنا النادي 27 ديسمبر وعملنا نموت 75 يوم ليس من المنطقة ان تسطح اللجنة مورثات قديمة من المجالس الصابقة في هذه المنطقة عمد عبد العزيز وتولينا دارة النادي كنا مطالبين بالتعاقد مع لاعبين جدد كان عندنا 11 عرض اللاعبين مختلفين وما كانش عندنا فلوس عنده حق وقال ان احنا حرصنا على تعجدد عقود جنش أوباما أحمد فتوح شكبالة وهناك ما نحاول تصدير المشاكل للزمالك والبعض يا تام اللجنة بالعمل تبعا لأجندات لأشخاص معين ما حدش قال ان اللجنة شغالة لأشخاص معين ما حدش قال كده ان اللجنة شغالة لأشخاص معينين شغالين لأشخاص معينين ليه ما حدش قال الكلام ده ولا يجروا يقولي الكلام لكن في ناس عندك مرتبطة بأشخاص آخرية أصحابها أيوة هو الكلام اللي قاله ميدو مبارح ان في ناس لها أجندات خاصة ده كلام حقيق بس مش سادت اللي هو عمد عبا عزيز ما حدش قال عليه الكلام ده مش مقصود بيه هو الكلام ده وقال لك ان عاملين بقى مشروعات للأستاد قال لك ب2 مليار جنيه والزمالك لن يتحمل أي مبلغ مالي وهيعمل اليوم ما الثلاث مشروعات الكبيرة اللي بتكلموا عليه وقال لك ان احنا عملنا إنشاء فرع اكتوبر والأستاد وب2 مليار جنيه والزمالك لن يتحمل أي شيء وده دلوقت تحت الدراسة اللجنة الصراحة عاملة شغل كويس لكن قرار باتشيكو قرار باتشيكو هو ده اللي عمل الألم والجمهور له كور الأعضاء لهم الناد والجمهور لهم نتائجه كور فانت الناس بتسعل لما النتائج بتسوق وقال برضو أقصم بالله إن مفيش حد تبرع بأي مبلغ وقال إن أحد الأشخاص تبرع بخمس تلاف وواحد تاني تبرع بربعمية ورفضنا الحصول على المبلغ وقدمنا لهم خطاب شكر حد راح يتبرع بربعمية حد راح يتبرع بخمسة وأنا مخلوق مما يحدث لأهوى مناصب ولأوريد شهرة من الأساس وأنا رجل عسكري ومن ينتقدن وطالب القدوم بدلا منها لمدة أسبوع ويورينا هيتصرف إزاي أسلوب الحوار لابد أن يكون بالأدب والاحترام ومن الممكن أن أرد بنفس الطريقة لكني لن أفعل السادة اللي هو عماد له كل الاحترام وكل التقدير والمجلس واللجنة والناس كلها له كل الاحترام وكل التقدير اللجنة تحتاج فقط إلى توضيح وضعية النادي عند استلامه لأن الناس بتنسى والإلحاح على هذا الأمر كان فيه راجل عبد كده يطلع يقعد يجدب 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 لحد ما هو نفسه يصدق الكذب وبعض الضعاف النفوس يصدقه الكذب أنت بتكلم في حقاية في النادي وضحه للناس واعلنه للناس كارتيرون انتقد الإدارة السابقة وقال إن أنا مكنتش أخد راحتي وقال إن المجلس السابق لما موفر لها الحماية كان فيه تدخلات من الإدارة وكانت تمنعني من تحقيق ما أريد وقال إن أنا مش جاية أكلم عن المجلس السابق لكن أنا جاية أعمل فرقة للمستقبل في نادي الزمالك وأنا رحت لم أرحل بسبب المال وإنما رحلت بسبب المضايقات وقالت للزمالك لأن أنا أحب النادي وأحب العمل في هذا النادي والإدارة الحالية منحتني كافة الصلاحيات وقالت لبناء فريق للمستقبل وقال إن أنا فجأت بعد الانتقال إلى التعاون السعودي برغبتهم في الاستغلاع عني بعد شهرين وعودتي للزمالك لأن أنا أحبه وأحبه جامهيره والإدارة منحية من اتخاذ كل القرارات اللي أنا أقدر أخذها لمصلحة الفرقة طيب لايك وشير وصلي على الزين ودعي لنفسك والوالدين والغير عايز أوجه رسالة الله إلى كابتن خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمال مبارح وعمل حلقة تاريخية زبح فيها لعبة نادي الزمال لعبة نادي الزمالك دول هم الأدوات اللي أي مدرب بيشتغل بيها هم اللي هيسعدوا ملايين وبعدين اتكلم كتير جدا في حتة إنك أنت عاوز تحترف وإنت عاوز كذا وإنت كنت جاي نادي محدش عرفك وإنت رفض تتصور عشان عاوز فلوس وإنت وبتاخدوا فلوس كتير ومش عاجباكم عاوزون تروحوا في أماكن تانية ونادي الزمالك اللي عملكه ده أمر طبيعي بس لازم وإحنا بنتكلم في مثل هذه الأمور ندرك أمري إن لعب الكرة عمره في الملاعب قصير واللي موجود دول اللي موجودين دول أغلبهم مش ولاد نادي الزمالك مش من ناشئين نادي الزمالك إنت جبتهم من بره واشتريتهم عشان هم لعبين مميزين نجيبهم من الخلف الأمام جنش أبو جبل عواد حمود علاء الونش أحمد فتوح لقى ابن نادي الزمالك المسلوس لقى مش ابن نادي الزمالك فرجال مش ابن الزمالك طريق حمد مش ابن الزمالك يوسف أباما لقى ابن نادي الزمالك أشرف بن شرق مش ابن الزمالك حميد أحداد مش ابن الزمالك فاللي أنا عاوز أتكلم فيه أحمد سيد زيزو مش ابن الزمالك لكن الزمالك بيعلى أي حد أي حد يرتبط بإسمه بيعليه لكن مش معنى أنه فيه 11 عرض جملة الفرقة عشان ما خدوش فلوس السنة اللي فاتت يا خالد ما خدوش فلوس السنة اللي فات يعني اللعبة دي ما خدتش فلوس السنة اللي فات فمن حقهم يقولوا فين فلوس السنة اللي فات انت مرتبك بتأخر شهر يا خالد لو تأخر شهر هتروح للناس اللي هم فيه مرتبي ليه؟ أنك عليك الالتزامات مزبط أمورك على نجاح فلوس فالناس اللي فات أمورها وقصات حياتها ما وكله لما بيرتبق أهلي وزمالك بيغلق مدخلات المادية اللي عنده كان عايش في شقة في حي شعب بينتقل في كان في حي راقب ينتقل وقق عنده قصات وعنده حكايات وعنده عربيات وعنده التزامات وأهله ببقوا معولين عليه والأسر والناس الغلابة اللي يعرفوه كلهم مهكاسة فعللت زمال فالناس قال لك واشمعنا الزمالك اللي بيجي لحضاشر عرض بيجي لحضاشر عرض لأن اللاعبين كلفوا وكلاء اللاعبين بالبحث لهم عن عروض لأنهم ما أبضوش في لس سنة اللي فات وده بعترف مين؟ إدارة الزمالك وخلد الغندور نفسه يبقى أنا اللاعبة لما تبقاش بياخد مستحقاتها من المجلس السابق يحق لها البحث عن عرض طيب مش عشان طيب جاي لهم فلوس زيادة؟ أه جاي لهم فلوس زيادة أحمد سيد سيزو بياخد 3 مليون جاي له في العين الإماراتي 2.5 مليون دولار يعني بتتكلم فيه 40 مليون جنيه 38 مليون جنيه مكتر من 32 انت لو ما كانوا يا خالي تبقى وستمشوا بدليل انك انت نفسك اللي اختلقت الأعذار لرمضان صبحي انه راح بيرامت زيادة عشان في المس مش عاوزين ننسى طيب لما حطت المعيار ده طبقوا على نفسك انت اللي حطت المعيار الفلوس يأمن مستقبله شمعنا تأمين المستقبل لما بييجي عند اللعيبة اللي بتلقى في نادي الزمالة بعد الهزيمة بتلات والخروج إكلينيكيا من البطولة أفريقيا قوم بقى مخلص علوم كلهم من فاشة خلص علوم كلهم اللعيب من حقه من حقه ان يبحث عن ان ياخد حقه فلوسه راتبه عن السنة اللي فات مش السنة دي الاضراب غلط ودقو انا ضده لكن اقعد مع الادارة واتكلم معاهم وشوف ظروفهم ايه تم انت بين السنة اللي فاتوا اللي قابلها وانت عندك مشاكل مادية وكان بيقعد معاكم وارتقول لك استحملوني وكنتم بتستحملون وكنتم بتستحملون شمعنا النهاردة مش مستحملين ده الخطاب اللي يبقى مع اللعيبة مش الخطاب اللي يبقى مع اللعيبة اني يعني ايه انتو خدتوا انتو خدتوا انتو خدتوا انتو مش عايزين تتكلموا عشان ما بتاخدوش فلوس من القناة خلط انت كده بتتبح ادواتك يا خالد انا بديك درس في الاعلام ودرس في كيفية التعليم